اخوات السلام عليكم و نتمنى أن تشاهدكم بخير أخوتي سوف نحضر على موضوع جد جد مهم سوف نسلبي به هو الأول سوف نعطي تفاصيل المفاجأ الذي تقدرون أن تعرفه هو الكسر السيطرة السيرفرات فوريفر هنا سيرفر سيكسر السيطرة فوريفر أو فوريفر فبطابة الحال هو الناشار فالناشار خرج ثلاثة السيرفرات فبطابة الحال لديه الناشار العادي وعنده الناشار في مصر سوف نعطي سيرفرات جداة المفاجأة وهي السكايت هذه المفاجأة الأولى السكايت سوف تفتحه فيه يعني تغاضيا على القوصات أو الشركة أو الفريق للقوصات يقول لك لا يمكن أن تفتح السيرفر السكايت لا ألمانيا ولا إيطاليا ولا بريطانيا أو الأجهزة التي تحمل السيرفر اللي تحمل السيرفر فالناشار سوف يفتح السكايت إيطاليا والجرماني والبريطانيا سوف يفتحهم في الأجهزة العادية والناشار 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 ثاني وهذا هو الخبر بالنسبة للأوروبا وهو كسر الهيمنة والسيطرة الفريق فالناشار لأن السيرفر فالناشار تقريباً 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 تشكو من هذه الأمور ما هي الأجهزة التي تخرج جديدة وماذا تعمل في أوروبا لا يوجد قيود لا يوجد لأن تقريباً تعمل تعمل في أوروبا يمكنك تعمل هذا هو المزايا لذلك أعطينا مزايا الميزة الأول هي السكايت الميزة الثانية تعمل في أوروبا لا يوجد قضية SP1 أو SP2 تقريباً 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 لذلك 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 هنا نقول لكم بأن كسر السيطرة فوريفر لتواطى الأرض أمور لذلك كدد كدد و التلاعبات التي تقريباً في الزبنة و لذلك لذلك أخبرت دفعت على حقكم في الموقع المانغو أو عبر الإيميل التي تجدتكم في التسكريبسيون و تعاون الإخوة في المنتداية وتعاون في التليغرام فأنتم لا تلاحظوا كيف أنه تبطت الباقة ونستقر في الأسبوعين الماضياً أما قبلك فأنت تلاعب بكم كما أريد و فأنتم تقريباً عني لك كيف تقريباً و تقريباً و تقريباً فأنتم تقريباً أما تقريباً لذلك الموقع المانغو و ترى الأتمينا لذلك 15 درهم في أما الكودات العادية مثلاً 10 درهم 15 درهم أما الكود 12 عام سوف يددك 25 درهم لأن الكود غالي كثيراً تقريباً وصل 450 درهم أو 470 درهم هذا سوف نعطيكم الأتمينا فالأجهزة التي خرجت جديدة من الإيكولانك الجهاز الأول هو إيبرو واحد إيبرو إيبرو سوف يحمل السيرفر الناشار برو سوف تقولون لي فين الناشار 2 وناشار برامير فأغلبية يستعملون الميصر والشرق الأوسط هنا سوف تكون ثلاثة السيرفر الناشار الذي كان في الأجهزة في الفيزيون وهذا الفيزيون برامير كان فيه الناشار العادي وكما الناس الذين جربوه كان مستقر بزاف أسطرة والجديد عبر اللواحات البيع بالنسبة الناشار برو فهو الذي يفتح سكايات ألمانيا وش الناشار العادي قريبا فهو لا يمكنك قضية ضعيف ومعالج متوسط لا يوجد فرق بين المعالجات كم مديرا وفوريفر المعالجات التي تستخدمها وبحث مفتاح ومعالجات سكايات هنا هنا المعالجات لأي برو أو أم وكيف يمكنك إجهزة وخطأ في الطريق فهذا لم يكن لديهم مشكلة للمعالج يعني غير تعمر النشار برو فهذا يجب عليك السكايت ستقولون لكي يوجد الفرق ما بين النشار عادي و النشار برو و النشار برمير فسهل النشار برو فالي كان يتحدث في الفانكم هو الفانكم يعني تقريبا النشار عادي فتقريبا مساوي السيرفر الفانكم ستستطيع انشار اليوم لنظر النشار و النشار ففارث ذلك سنضلي الدافق و النشار برو فأول فوريفر ستستطيع انك فادي سوف نستطيعين فادي برو فوريفر ثاني الفارق يوجد ما بين النشار و النشار برو والفانكم والفوريفر من الفوريفر والفانكم سي pistolار نشار برو هذا مج الوجي ويقوم بعملها على نشار مصر نشار مصر إقفال وبعد ذلك كان هناك سيرفرات كان يوجد سيرفر وكان يوجد سيرفر هو تزارة من القوصات فهذا ترمي مصر سيرفرات 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 نشار هو الفانكا نشار برو هو فوريفر نشار مصر مصر هذه المورصلة لاست詰 seeks scholar's for once ليس فتح lame byus و كيف فتح النوقات في استرة threat in almania و كيف فتح الحميع بريطانيا cords from European سيكون لو ب Serie 3 ابرا 5 او 1 ние indigenous lernen ألمانيا لا ب much ختم holy لا بقىского ويحصلون على فرنسا ويحصلون على فرنسا لذلك لا يبقى القادية للأواه الناس الشمال الأفريقية يعمرون السيرفر العادي ويعمرون الـ VIP الناس الأوروبا لا يعمرون الـ VIP ويعمرون الـ Forever ويعمرون الـ SP1 ويحيطون الـ SP1 على أوروبا ويعمرونها غير في اسبانيا وما حال الـ كود؟ وصلت تقريبا 500$ 460 أو 480$ إن الله أم إنا هذا موكرا حسنا أحد الأخي يقولوني على سيرفر GoSat Plus لأن هنا فريق GoSat هو المسؤول على ثلاثة سيرفرات وفرنكام وفوريفر وفي اي بي والجي شير الـ GoSat Plus هو سيرفر وتقريبا معروف في الشرق الأوسط وسيرتو في مصر سيرفر رائع تابد ويفتح مجموعة القناة وما يمكننا أن نرى في شمال أفريقيا وفي الجزائر وفي المغرب هذا ربما وفي تونس هذا ربما غير خصومه معالجات خاصة يعني لا يعمل في جميع الأجهزة يعني خصومه قصر ثلاثة سيرفرات في المغرب ثلاثة سيرفرات ثلاثة سيرفرات في المغرب يعني الناشار قديما سوف أعرف على الفيديو الأستهالي مع الناشار برو بهالي فوريفر سيشعر الناشار برمير أو المساوي يمكننا أن نرى البنبن والسكايت في هذه الأجهزة فإذا عملت الناشار برو ونستمتع بجميع الأقمار ونستمتع بجميع الأقمار أخرى ونزد السكايت وإذا أريد أن نرى البنبن ونستمتع بجميع الأقمار ونظهر جهاز من ناشار برو ونستمتع بجميع الأقمار سوف نتنوي الشركات في الفيزيون وستارسات وشركات الفيزيون تحدون حدو إيكولانج فأنتم توقعين أن ترى أجهزة في السيرفر الناشار في الشركة الفيزيون وستارسات لا يوجد علم لم تكن التقنية ولا يوجد خبارات لذلك فإنتم توقع الأخير الذي أعلن سيرفر القوصات هذا لم يكن في المغرب لأن المعالجته مفقودة في المغرب هذا هو الأخبار جديدة ونتمنى أن نصلتها بطريقة ممتازة وشكرا لتقنية الإيكولانج على المعلومات الحصرية التي أعطيتها ونتمنى أن نصلتها بطريقة سالسة السلام عليكم شكرا لكم حicting فهي عليكم اشترك لكم